ما كان ينقص ارتال القوات الامنية وقوات مكافحة الارهاب الا ارتال لميليشيا الحشد لتكتمل فضيحة المسرحية وينكشف الغضاء عن الهدف الحقيقي من العملية الامنية التي تستهدف بغداد والبصرة عشرات الاليات العسكرية تجوب شوارع المدينتين تحت ذريعة نزع السلاح المنفلت واستهداف مواطنه بحسب مصادر امنية اكدت ان هذه الحملة اعلن عنها قبل عدة ايام وجاءت ترجمة لحديث الكاظم الاخير عن السلاح المنفلت وخصوصا فيما يتعلق بالدعوات المشبوهة لتسليح التظاهرات اطلاق الحملة بعد عدة ايام من الاعلان عنها وقت كاف لمن تريد لهم الحكومة اخفاء اسلحتهم واخذ احتياطاتهم حتى لا تقع في حرج اعلامي يعري حقيقة هذه الحملة وجدية الكاظم في تنفيذ ما وعد به عنوان هذه الحملة الامنية مهم لكل مواطن عراقي لكن المصيبة تكمن في تفاصيلها من المعلوم لدى كل عراقي ان عمليات الاغتيال والفوضى الامنية والنزاعات العشائرية تفاقمت بشكل كبير بعد تأسيس ميليشيات الحشد وانتهاء المعارك مع تنظيم الدولة لتصبح هذه الميليشيات هي الدولة الموازية او النافذة التي تتحكم في كل المفاصل الامنية في العراق وعندما يطالب المواطنون بحصر السلاح بيد الدولة فهم يعنون نزعه من الميليشيات اولا والعشائر ثانيا فهل فعلا يجرؤ الكاظمي على سحب اسلحة ميليشيات الحشد وهو الذي اضطر لاطلاق سراح بضعة عناصر منهم بعد اعتقالهم لعدة ساعات لكن بكل الاحوال لن تكون الحملة الامنية في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى لاحقا هي مجرد استعراض حكومي وانما ستكون لها اهداف اخرى نتائجها اشد خطورة على العراق واملهم المنشود ثورة تشرين قبل عدة ايام ركز الكاظمي على قضية تسلح المتظاهرين حسب زعمه وشدد الحديث عنها رغم تأكيد الناشطين والمراقبين ان هذه دعوات مشبوهة لا علاقة للمتظاهرين بها اطلاقا لكن الاصرار الحكومي على وصفها بالحقيقية يثير المخاوف من ان تكون الحملة الامنية ستستهدف الناشطين وساحات الاعتصام وليس من الصعب ان يعرض الاعلام الحكومي اسلحة يقول ان الاجهزة الامنية ضبطتها عند المتظاهرين ولتخفيف الفضيحة قليلا يسميهم مندسين في التظاهرات